البيتكوين من فترة صار له صعب أن الواحد يتجاهل هذه الورقة مالية لأنه بعد ما قلت تسمية واضحة تجاهلها بالمحافظ إن كان محافظ المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين الآن وصول هذا الصندوق المؤشرات المتدول ETF من قبل بلاك روك هذا سيوسع بشكل كبير عملية الاستثمار بالبيتكوين لأنه في كثير المستثمرين ما بدون يفتحوا حسابات مع الوسطة الحاليين المسميون custodial exchanges لأن الشركات الوساطة الحالية هي كمان بتوفر الحفظ الأمين لهذه العملية المشفرة وكثير المستثمرين ما بيحبوا هذا الشي هذا الـ ETF رح يسمح أن المستثمرين يستثمروا بالبيتكوين بشكل مباشر بدون هذا الخطر طبع مثل FTX مصارب FTX اللي هي الحفظ الأمين لأنه هي مشكلة اليوم طيب ننتقل الآن إلى موضوع البيانات بيانات التضخم خراءتك لبيانات سيناريوهات المتوقعة وتأثيرها على اللهجة القادمة للفيدرالي الأمريكي بالنسبة لبيانات التضخم نحن نتوقع أنه تكون على نزول بأسوأ الأحوال تكون نفس المستوى لأنه إذا نتطلع على أحد مكونات قيص التضخم اللي هي السيارات المستعملة أسعارها نزلت بشكل كثير كثير كبير بأمريكا وهذا عنده تأثير على بيانات التضخم فنحن نتوقع أنه بيانات التضخم لا تشكل أي مفاجأة لغير سارة خلنا نقول للأسواق وأن الفيدرالي يكمل بنفس السيري اللي هو يمشي عليها واللي هي اليوم مربوطة ببيانات البطالة بأمريكا أو الـ employment اللي بعدها مشجعة جدا دكتور هل يعني إلى أي مدى ممكن نحتاج إلى أكثر من قراءة لهذه البيانات حتى نحكم على وطيرة خفض الفائدة المتوقع خلال عام 2024 يعني بدون أي تردد بقول أنه الفيدرالي رح ينتظر لأنه بتاريخ أمريكا كله بالنسبة لبيانات التضخم بحياتنا ما شفنا سايكل واحد تضخم مع طول بيكون في ثلاث سايكل ثلاث دورات تضخم لحديث اليوم شفنا دورة وحدة فالفيدرالي بتصور عم ينتظر ليشوف إذا في دورات أخرى تضخم يعني إعادة ارتفاع التضخم فعشان هيك بتصور الفيدرالي رح ينتظر شوي قبل ما يعمل أي أكشن بس بدنا ما ننسى أنه 2024 هي عام انتخابات بأمريكا ومع أنه الفيدرالي هي مؤسسة مستقلة بس بتعطي أهمية لهذا الموضوع باختصار شهية المخاطرة رح تبقى موجودة يعني بشكل لافت كبير ملحوظ في الأسواق برأيك يعني بشكل أقل من 2023 متوقع إلا إذا صار فيه توسع للرعالي اللي عم نشوفه يعني ما كان محصور بس بأسهم التكنولوجيا إذا صار فيه توسع على سمول كاب متكاب روسل 2000 ساعة نام ممكن ترجع هذه الشهية للاستثمار وأخذ المخاطر دكتور رايان ليموندا الشركة المؤسسة والرئيسة تنفيذي في نيوفيجن لإدارة الثروات أشكرك جزيلا شكرا لانضمامي كمان للحديث حول اتجاهات الأسواق العالمية شكرا لانضمامي كمان 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 لان